بدي يصير أم ولكن الواقع بيقول أنه في مشاكل خصوبه صحيح وحلم الأمومة صح صعب المنام صح بس أنا كانت تكبر هندي لأروع القصص اشتركوا هلأ بقناة مالك مكتب الرسمية على يوتيوب في كتير أمور من بدهيات الحياة من عيشها متعايش معها ما مندرك قيمتها غير لما نفقدها أو نبلش نفقدها أي أمور من بدهيات حياتنا كانت شمى عم تفتقدها كلمة ماما بديك تقوليها أو بديك تسمعيها بدي أسمعها بدي أسمعها من قبل بعد قديت شمى من الزواج بيّن أنه في مشاكل بالإنجاب بين شمى وزوجة باسل والأطباء شرخصوا الأسباب طعف يعني كان عندي والله عند زوجي ضعف بالموبيض ضعف بالبزري ضعف بالبزري مشاكل بين الزوج والزوجة قدت إلى عدم الحمل إذا بدي قارن المرأة كيف تتلقى خبر مشاكل خصوبة والرجل كيف تتلقى مشاكل الخصوبة بين شمى وبين زوجة على مين كان الوقع أصعب على الرجل أو على المرأة؟ كانت علي أصعب لأنه يمكن كان مثلاً الهجز اللي أني أنا ققع فيه أنه يمكن قول جوزي يمكن عبكراً مثلاً بتجوز علي مع أنه عارفي أنه عنده مشكلة الأدوار الأخرى للمرأة الأنثة الزوجة وين بكونوا بحسابات المرأة لما بتكون بتعانم المشاكل الخصوبة هي وزوجها؟ الأم أولة طبعاً الأمومة أولة ولكن الأنثة الزوجة ليه بدأ تمحي الأدوار الأخرى لما ما بتمحيها لأنه في شي بيكون متغلب عليها بعد سن اكتشفته في مشاكل بالخصوبة مع مرور السنوات هذه المرأة يلي بغارزتها بدأت تكون أم أو هذه الأنثة هذه الزوجة بتتعود على فكرة أنه ما رح تسمع كلمة ماما أنا عندي أنا كانت تكبر أستاذ مالك أنه لأ بدي يصير أم ولكن الواقع بيقول أنه في مشاكل خصوبة صحي وحلم الأمومة صح صعب المنام صح بس أنا كانت تكبر عندي عندي الرجل يمكن استسلم للأمر الواقع بس أنا كانت تكبر عندي بعد عشر سنين بالانتظار كيف رجع الأمل انتصر على حالة الصراع والاستستام اللي كنت عم بتعيشي بينك وبين حالك الله تعطوني كريم بعد عشر سنين كان الأطباء عم بيقولوا في شبه استحالة بالحمل وما في شيء استحالة عندي ربنا كيف تم جاب كريم بعد عشر سنين ست سبحان الله خلا فيه تتركت ابنه وفلت مشهدين متنقضين أم ناطرة عشر سنين تسمع كلمة ماما وأم تركت ابنه وفلت تتذكرها نهار؟ إيه كانت 22 تشرين التاني التسعين تتذكر نهار كان؟ تتذكر كان نهار خميس خميس أي ع الساعة ثلاثة بعد الضوء أنت وين كنت؟ بالبيت دق الباب شفت الصبي عائد زوجي قال لي قبل ما يفوت قال لي ما بدك يا أنا برجعله نياد غريم انا لما جوابت لقيه ولا لا اخدته ضغري من ايديه ومجرد ما ضميته لصدري الصبي هتعرف نمل مشي بصدري الشعور ما بقدر اوصفه استاذ مالك ودر الحليب ثلاثة شهر اوصفه يردع مني يشبه عثلاثة شهر شي مياني انا ما صدقت حالي بعد عشر سن انتظار وصل كريم وصل كريم بعد عشر سن انتظار حضنتي كريم بعد عشر سن انتظار بلحظة مات كريم انو بلحظة مات كريم فقط كريم كريم تعمل حبيبي قديش عمره كريم صار عمره 28 سنة الحياة انتصرت طبعا شو صار من بعد ما طلعت برات البيت ماسكي كريم وعن بتقولي ابني مات اللي صار انو بس يعني طلعت في لبرا عب صريخ انو ابني مات برا بس اخد هو رجع واحد وزننا في لعند الحكيم شو شخص الحكيم شخص انو داء الصرع داء الصرع علاج نام داء الصرع قدى لتوحد وعدم النطق والكلمة اللي انت رطيه عمر ماما ما سمعته مظبوط بس بقوله بعيونه لما يقلك ايها بعيونه بتعوضلك ما بيضحك هلا بتعوضلي طبعا وبحس حالي مالك الدنيا كله لما لما يقلي ايها بعيونه طبعا وبلامسته بلامسته اكتر من عيونه بحس حالي مالكي الدنيا كله بس بتمنى انو كماني الله يتممها معي واسمعها من تم بتمنى هي املي بالحقيقة لما عرفت انو كريم عنده تحديات ولما عرفت انو المشوار طويل روابط الاموم اتعززت او اهتزت لا اتعززت لانو قدامي مشوار طويل بدي كفيه من الام يلي بيكون الابن من صلبة تستسلم تتعب ممكن تتخلى عنه لا مستحيل مستحيل انو اتخلى عن ابني انا اقرب هو بيحاجة لقلي كي بدي يتخلى عنه الام المظبوطة ما بتتخلى عنه ولا دا هيك بيكون ابني بيحاجة لقلي بيتخلى عنه لو بدي يقفني حياتي كلها هيدا مسئوليتي قليتي انا جبته على هالدنيا انا المسئولي يا عم بدي يكون قد المسئوليين انتي ما جبتيه على الحياة بس انتي اعطيتي الحياة انتي حميتي وانتي حبيتي الحمد لله وهيدا الاهم الحمد لله والمحبة كل شي بيمشي وبيقي على امل كلمة يا ماما حتى الأشياء 7 حتى الناس م付ى خلال موضة اعطلا